بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مرحبا بكم أبناء الطلاب والطالبات في درسي اليوم من مادة لغتي للصف الأول تاهيل فكري اليوم بإذن الله تعالى سنتابع دروسنا عن زمن المستقبل سنراجع مع أخذنا في الدرس السابق أيضا سنحاول تعلم مهارات جديدة سويا لكن يجب أن نلتزم بأداب الدرس التي دائما نأخذها لابد أن نبقى هاديين أثناء المتابعة مع المعلم نكون في مكان هذا بهضاء جيدة وتهوى مناسبة من الضروري وجود أحد أفراد الأسرة البالغين معنا حتى يساعدنا في عملية التعلم لا تنسوا أن تحضروا كتاب مادة لغتي زمن المستقبل أريد أولا قبل أن نبدأ أن نتذكر سويا درسنا السابق الذي سبق أن أخذناه عن أنواع الأفعال تذكرون أننا أخذنا درسا عن أنواع الأفعال ذكرنا أن هناك ثلاثة أنواع الأفعال أخذناها في ذلك الدرس فعل الماضي فعل المضارع والفعل الأمر ذكرنا أن كل فعل من هذه الأفعال يرتبط بزمن لحدوثه ما معنى هذا الكلام؟ معنى أن الفعل له وقت أو زمن يحدث فيه هذا الفعل فمثلا في الفعل الماضي زمن حدوث هذا الفعل هو في الزمن الماضي أي أن هذا الفعل وقع وانتهى مثال زرت جدتي يوم الخميس الماضي هذا الفعل فعل الزيارة أنني ذهبت إلى جدتي لزيارتها كان في زمن الماضي كان يوم الخميس والآن نحن في يوم آخر إذن نقول أنه فعل ماضي لماذا؟ لأن زمن حدوثه كان في زمن الماضي طيب هذا بالنسبة للفعل الماضي بقي لدينا فعلان فعل المضارع والفعل الأمر فعل المضارع له زمنان يحدث فيهما الزمن الأول هو الزمن الحاضر أي الآن الفعل الذي يحدث الآن نسميه فعلا مضارعا مثال الأستاذ أمامكم الآن ماذا يفعل؟ يشرح الدرس إذن يشرح هو فعل ولكن فعل مضارع ارتبط بهذا الزمن أي أن الأستاذ في هذه اللحظة يقوم بعملية الشرح يقوم بشرح الدرس إذن نقول أنه فعل مضارع مرتبط بهذا الوقت وقته يحدث الآن وقت حدوثه أو زمن حدوثه الآن هناك زمن ثاني للفعل المضارع وهو زمن المستقبل أي أنني سأقوم بهذا الفعل لكن ليس الآن بعد ساعة ربما غدا الأسبوع المقبل الشهر المقبل إذن يكون في زمن المستقبل الوقت الذي لم يأتي وهو زمن المستقبل إذن زمن المستقبل هو الزمن القادم الذي لم يحدث بعد إذن هو زمن لم يحدث بعد طيب مثال غدا غدا لم يأتي إذن هو زمن مستقبل الأسبوع القادم أيضا زمن مستقبل شهر رمضان القادم زمن مستقبل إذن الزمن المستقبل هو الوقت الذي لم يحدث بعد هو الوقت الذي لم يحدث بعد وهو عنوان درسنا اليوم طيب زمن المستقبل يرتبط قلنا بفعل المضارئ وفعل الأمر دائما فعل الأمر يكون في زمن المستقبل لماذا؟ لأنني سأطلب منك الآن أن تفتح الكتاب فأقول افتح الكتاب افتح هو الفعل الذي أريد منك أن تقوم به ستقوم به بعد أن أطلب منك لذلك فعل الأمر يرتبط بالزمن المستقبل طيب فعل المضارئ حتى يحوله إلى زمن المستقبل سأضيف له حرف السين أو كلمة سوفة مع صيغة الفعل المضارئ للدلالة على زمن المستقبل طيب أريد أن أقول ألعب كرة القدم بعد العصر أن نحن الآن الصباح أريد أن أصيغ هذا الفعل ألعب فعل مضارئ أريد أن أصيغه في زمن المستقبل سأقول سألعب كرة القدم مع أصدقائي بعد صلاة العصر سألعب إذا أضفت حرف السين على الفعل المضارئ ألعب تحول إلى زمن المستقبل طيب لو أضفت كلمة سوفة سوف ألعب كرة القدم مع أصدقائي بعد العصر سوف ألعب انتقل الفعل ألعب من زمن الحاضر إلى زمن المستقبل لماذا؟ لأنني أضفت له حرف السين أو أضفت له كلمة سوفة طيب دعونا نأخذ مثالاً لاحظوا هذا المثال سأحل سأحل واجب لغتي طيب الآن الفعل موجود هنا في هذه الكلمة أحل أ ه لا أحل فعل مضارئ أحل تذكرون أننا قلنا الفعل المضارئ هناك أربعة أحرف يبدو بها الفعل المضارئ إما حرف الألف كما هو موجود هنا إذا كنت أتكلم عن نفسي إذا كنت أنا الفاعل سأبدو فعل المضارئ بحرف الألف فأقول أكتب الدرس أرسم الشجرة أحضر المباراة ألعب كرة القدم أحل الواجب أتكلم عن نفسي أنا الفاعل سأستخدم حرف الألف في بداية الفعل المضارئ حرف اليا إذا كنت أتكلم عن مفرد مذكر فأقول يلعب أحمد بالكرة يلعب يا يلعب بدأ فعل المضارئ بحرف اليا لماذا؟ لأن الفاعل أحمد وأحمد مذكر طيب إذا كانت الفاعلة سارة سأقول ماذا؟ تلعب سارة بالكرة تلعب سارة بالكرة تا تلعب لماذا بدأت بحرف التا؟ لأن الفاعل مؤنث طيب إذا كان الفاعل مجموعة نقول نسافر بالحافلة إلى مكة نو نسافر مجموعة مجموعة أشخاص بدأنا بحرف النون لأن الفاعلون مجموعة طيب هنا وضعنا حرف الألف في الفعل المضارئ حتى نحوله إلى فعل في زمن المستقبل أضفنا حرف الس أصبح لدينا الآن حرف الس زائد أضفناه إلى أحل الفعل المضارئ أصبح لدينا فعلا مضارئا في زمن المستقبل سأحل 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 واجب لغتي بعد مشاهدة المباراة سأحل واجب لغتي بعد صلاة العصر إذن سأقوم بهذا الفعل لكن في زمن المستقبل الفعل هو حل الواجب متى سأفعله؟ سأفعله في المستقبل إذن هكذا أستطيع صياغة جملة في زمن المستقبل عن طريق ماذا؟ إضافة حرف الس إلى فعل المضارئ باللون الأخضر سيصبح لدي هنا ماذا؟ فعل مضارئ في زمن المستقبل هكذا أستطيع أن أصيغ فعل المضارئ في زمن المستقبل طيب سوف سوف أصلي العشاء في المسجد هذه الجملة في أي زمن؟ هل هي في زمن الماضي؟ أو في الزمن الحاضر الآن تحدث؟ أو أنها لم تحدث بعد في زمن المستقبل؟ أحسنتم في زمن المستقبل طيب كيف عرفنا أنها في زمن المستقبل؟ وجود كلمة سوف سوف مضافة إلى الفعل المضارئ أصلي سوف أصلي سوف أصلي أصبح لدينا الآن ماذا؟ جملة في زمن المستقبل جملة في زمن المستقبل جملة فعلية في زمن المستقبل أي أنني سأقوم بهذا الفعل ما هو الفعل الموجود في الجملة؟ ماذا سأفعل في المسجد؟ أصلي إذن الفعل هنا هو أداء الصلاة هذا هو الفعل أصلي فعل مضارئ طيب أصلي ماذا؟ العشاء في المسجد إذن متى هذا الوقت؟ العشاء نحن الآن الصباح إذن هذا الفعل في زمن المستقبل لأن العشاء زمن مستقبل لم يحدث بعد لذلك قمنا بصياغة الجملة في زمن المستقبل عن طريق ماذا؟ إضافة كلمة سوف على الفعل المضارئ أصبح لدينا هنا جملة فعلية في زمن المستقبل طيب سوف أصلي العشاء في المسجد الفعل في زمن المستقبل هو سوف أصلي إذن الآن استطعنا أن نحول الفعل المضارئ وصلي من الوقت الحاضر الزمن الحاضر إلى زمن المستقبل عن طريق ماذا؟ عن طريق إما إضافة حرف السين كما في المثال السابق هذا المثال أو ساحل واجبي ساحل واجب لغتي أضفنا حرف السين على الفعل المضارئ فحولناه من الزمن الحاضر إلى زمن المستقبل أو عن طريق ماذا؟ إضافة كلمة سوف للفعل المضارئ سوف أصلي العشاء في المسجد إذن نقلنا الجملة من الزمن الحاضر إلى الزمن المستقبل هكذا نستطيع أن ننقل الجملة من زمن الحاضر إلى زمن المستقبل عن طريق إضافة حرف السين أو كلمة سوفة على الفعل المضارع حتى ينتقل من زمن الحاضر إلى زمن المستقبل أتمنى أن نكون استفدنا من الدرس بإذن الله في الدروس المقبلة سنتعلم كيف نحول الجمل الفعلية إلى زمن المستقبل قموا بمراجعة الدرس في قناتين في اليوتيوب حتى تتعلموا المهارة بشكل جيد شكرا لانتباهكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته